بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد المستمر على معدة اللغة العربية وتحديدا في مادة لغة في درس من دروسها من هذا الفصل الدراسي الثاني أهلا ومرحبا بكم معكم المعلم الذي يشرف أن يكون دوما بصحبتكم علي بن محمد الأحمري بارك الله فيكم يا أحبتي دعونا سريعا نستذكر ما سبق أن أخذناه في الدروس الماضية أخذنا الحرف ماذا من يذكرني أحسنتم نعم أخذنا الحرف سأ أخذناه على عدة دروس درس أول ثاني ثالث رابع سبعة دروس يا أحبتي كانت لمخصصة للحرف ساء ولاحظوا كمية الدروس هذه كلها لأجل أهمية التأسيس في القراءة وفي الكتابة وفي التعرف على شكل الحرف ساء بأشكاله المختلفة وصواته المتعددة والآن يا أحبتي سيكون لدينا ضيف جديد وحرف جديد بمشيئة الله في هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل هذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الوحدة وحدة مدينتي فأهلا ومرحبا بكم إذن كما يظهر على الشاشة أمامكم الصف الأول التعليم المستمر الفصل الدراسي الثاني المادة لغتي موضوع الدرس حرف الش هذا هو الدرس الأول من حرفنا وضيفنا الحرف ش لحظوا يشبه كثيرا الحرف ماذا؟ أحسنتم يشبه الحرف ساء كثيرا ولكن هناك اختلاف بسيط سنتعرف عنه عليه في حينه إذن هذا هو كتابنا كتاب لغتي للصف الأول وهذا الكتاب هو كتاب يستمر معنا من الفصل الدراسي الأول والثاني حتى الفصل الدراسي الثالث إذن بسم الله الرحمن الرحيم وهذه هي وحدتنا الثالثة وحدة مدينتي أخذنا وحدتين في الفصل الدراسي الماضي الأولى والثانية وهذه هي الثالثة وهذا هو شعار وحدتنا مدينتي كما يظهر أمامكم وهنا يا حبتي بارك الله فيكم نفتح على الصفحة المطلوبة هيا بنا نفتح سويا على الصفحة المطلوبة مئة وواحد وستين حسنا يا حبتي في هذه الصفحة يا حبتي ترون على الشاشة أمامكم هذه العبارة الدرس الثاني الحرف شا ويظهر لدينا نموذج للحرف شا عندما يكون في آخر الكلمة وردينا هنا يا حبتي رابط الدرس الركمية الذي تستطيعون من خلاله الوصول إلى الدرس عبر بوابة عين الإثرائية حسنا يا حبتي قبل أن نبدأ درسنا من يعطيني كلمات أو أسماء وأشياء تبدأ بضيفنا وحرفنا لهذا اليوم الحرف شا هيا بنا فكروا معي أحسنتم بارك الله فيكم شمس شمس تبدأ بحرفنا وضيفنا الحرف شا أحسنتم رائعون أيضا نفكر أحسنتم ما شاء الله عليكم شراع شراع تبدأ بالحرف شا رائعون أحبتي جدا رائعون كلمة أخرى فكروا معي رائعون أحسنتم نعم شموع شموع تبدأوا بالحرف شا لاحظوا يا حبتي قلنا شمس وقلنا شراء وقلنا شموع ش شمس ش شراء ش شموع هذه لمحة سريعة على أصوات الحرف شا التي سوف تمر علينا في هذا الدرس ش ش ش شو بارك الله فيكم إذن نعود مجددا نفتح يا حبتي الصفحة 161 ويظهر لدينا في هذه الصفحة بارك الله فيكم هذا النشاط في هذا النشاط يا حبتي المطلوب هنا هو ألاحظ ثم أتحدث إذن كم هو واضح أمامكم ألاحظ ثم أتحدث ألاحظ هذه الصور التي تظهر أمامي كم صورة هنا أحسنتم أربع صور المطلوب يا حبتي أن ألاحظ كل صورة ما تحوي وأحاول أن أتحدث عن محتوى هذه الصور وهذه الصور نعم ألاحظ ثم أتحدث هيا بنا يا حبتي الآن أريد منكم أن تركزوا على الصورة الأولى لاحظوها جيدا انظروا لها وحاولوا أن تتحدثوا عنها ماذا ترون في هذه الصورة؟ أحسنتم بارك الله فيكم أشجار حديقة خضراء أو عشب أخضر وكذلك هذه الجلسات أو هذه القبب أو القبب ولدينا هنا ماذا؟ أحسنتم بارك الله فيكم بحر ولدينا هنا نخلة ونلاحظ يا حبتي أن النخلة هنا تتأثر بماذا؟ بالهواء نلاحظ يا حبتي كيف النخلة هنا متأثرة بالهواء ونلاحظ هنا كذلك هذه الفتاة التي تقف وتشير بيدها على هذا المنظر وكأنها تخبرنا شيئا تحاول أن تخبرنا شيئا عن نفسها وعن هذا المكان حسنا ننتقل يا حبتي إلى الصورة الثانية تأملوها جيدا وماذا ترون فيها؟ أخبروني أحسنتم بارك الله فيكم هذه الفتاة ماذا تفعل؟ تجلس على هذا الرمل هذا الشاطئ يسمى شاطئ لماذا شاطئ؟ لأن هناك رملا وهناك أحسنتم وهناك مياه والتقاء الرمل بالمياه هذا المكان يسمى ماذا؟ يسمى شاطئ ونلاحظ يا حبتي أنها تلعب بالرمل على هذا الشاطئ تجلس وتلعب بهذا الرمل وهي مبتهجة سعيدة مسرورة الصورة الثالثة ما نلاحظ هنا يا حبتي؟ أحسنتم بارك الله فيكم البحر وأيضا نلاحظ أحسنتم الشمس وهو هنا الشمس يا حبتي إما أن تكونوا في آخر النهار أو في أوله نلاحظ يا حبتي أن الشمس للتو صعدت أو لتبقى لها قليلا وتنزل أي تغرب ننتقل للصورة الرابعة ماذا نرى فيها؟ أحسنتم بارك الله فيكم يد وهذه اليد ماذا تفعل؟ ترسم ترسم ماذا؟ أحسنتم ترسم هذا القارب الشراعي ترسمه أين؟ أحسنتم على هذه الرمال بارك الله فيكم أحسنتم يا حبتي ربما تكون هذه اليد تكون عائدة لهذه الفتاة كل هذا يا حبتي سنعرفه في الدرس القادم عندما ننتقل إلى قراءة الجمل التي تشرح كل صورة من هذه الصورة ولكن الآن نحاول أن نلاحظ وأن نتحدث فقط عن محتوى كل صورة بارك الله فيكم أحسنتم ننتقل يا حبتي إلى الصفحة التالية 162 حسناً هنا يا حبتي المطلوب هو ماذا؟ أحسنتم ألاحظ ثم ماذا؟ ثم أتحدث لا ثم أقرأ الكلمات إذن هنا يا حبتي ألاحظ وكذلك ألاحظ هذه الكلمة ثم ماذا؟ ثم أقرأها ألاحظ ثم أقرأ هذه الكلمة ألاحظ ثم أقرأ هذه الكلمة هيا يا حبتي قبل أن أقرأ هذه الكلمات أريد منكم أنتم أن تلاحظوا كل صورة من هذه الصور كل كلمة من هذه الكلمات ثم تقرأوا هذه الكلمات أسفل كل صورة هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا دقيقة واحدة يا حبتي نخصصها لقراءة هذه الكلمات وملاحظة هذه الصور التي تدل على هذه الكلمات دقيقة ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى نلاحظ سويا هذه الصورة هذه الصورة صورة فتاة ونقرأ هنا يا حبتي هذه الكلمة قرأتموها بالتأكيد والآن سأقرأ أنا هذه الكلمة وأريد منكم يا حبتي تقييم صحة قراءتكم من عدمها هيا بنا هذه الكلمة هي شي شي ماء شي ماء شي ماء إذن شي ماء هو اسم هذه الفتاة الجميلة إذن شي ماء لاحظوا الحرف شا ننتقل إلى الكلمة أو الصورة الثانية نلاحظ نقرأ الكلمة بارك الله فيكم سويا هذه الكلمة هي شمس 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 هذه الكلمة هي شمس إذن نلاحظ يا حبتي هنا منظر هذه الشمس الصاطعة في كبد السماء إذن شمس لاحظوا يا حبتي كيف ننطق الحرف مع الحرف الساكن الحرف الساكن لا ينطق لوحده بالنطقه مع صوت الحرف الذي قبله الحرف الذي قبله وصوته هو ش ش فننطق الحرف الساكن ألا وهو ن مع ش فنقول شم أحسنتم بارك الله فيكم سورة الثالثة ماذا نلاحظ هنا ونقرأ الكلمة أحسنتم كلمة شاطئ لاحظوا شاطئ شاطئ هذه هي الكلمة شاطئ هذه الكلمة وهذه الصورة من نقرأ هذه الكلمة هي كلمة شروق 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 لاحظوا صوت الشاء هنا أتبع صوتي مختلف ألا وهو صوت الضمة شو أحسنتم شروق وهذه الصورة يا حبتي نقرأ الكلمة أسفلها ألا وهي كلمة ش راع ش راع ش راع إذن لاحظتم يا حبتي بارك الله فيكم أن الحرف الشاء هنا أتى في كل كلمة من هذه الكلمات وكذلك ملاحظة أخرى أريد منكم أن تنتبهوا لها وأريد منكم أن تجيبوني عنها هناك اشتراك بين هذه الكلمات الخمس في شيء واحد بما يخص الحرف الشاء ما هو هذا الاشتراك وما هو هذا التشابه من يخبروني نعم أحسنتم كل حرف من هذه الحروف الحرف الشاء وكل كلمة من هذه الكلمات ابتدأت بحرفنا وضيفنا الحرف شاء ففي كلمة شيماء وفي كلمة شمس وشاطئ وشروق وشراء أتى الحرف شاء في أول حرف من هذه الكلمات بارك الله فيكم يا حبتي وكذلك نلاحظ أمرا أخيرا يا حبتي ألا وهو شكل الحرف عندما يأتي في أول الكلمة كيف يكون؟ شبيها كثيرا بضيفنا السابق الحرف ساء فنرسم سويا يا حبتي الحرف ساء الحرف ساء يا حبتي كنا قد أخذناه بهذا الشكل صحيح أم لا؟ نعم والحرف شاء نفس الطريقة نفس الجسم ونفس الهيكل ولكن يختلف بأن هناك ثلاث نقاط أعلى الحرف شاء إذن الفرق بين الساء والشاء هو عدد والنقط تواجد النقط وعددها أعلى الحرف شاء من المهم جدا يا حبتي في مثل هذه الدروس أن نركز على عدة أمور التعرف بصريا على الحرف التعرف سماعيا على صوت الحرف بأصوات متعددة مختلفة ولاحقا يا حبتي هو التعرف كتابيا عن طريق رسم هذا الحرف وصلنا معكم إلى انهاي درسنا الأول من حرفنا وضيفنا الثاني الحرف شاء ألتقيكم بمشيئة الله في الدرس القادم لاستكمال المسيرة في هذا الدرس المشوق والرائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته